ان شاء الله رح نتكلم عن الاهتمام بالتوافق الاجتماعي في السن الشيخوخة طبعا الاهتمام بالتوافق الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين المتكافئين سنا وثقافتها حتى يعني يشتركوا في الاتجاهات والاهتمامات مع التركيز على الحوايات المفيدة والرياضية أيضا والخفيفة مثل الماشي والاهتمام يعني بالهندام العام بشكل عام وأيضا يساعدون بعض في بعضهم يعني ويهتمون بنفسهم مع بعض وأيضا ينصحون بعض في بعض النصائح العامة التي ممكن أن يتقيهم من بعض المشاكل الحياتية التي ممكن تصدفهم يعني تصدفهم في الفترة القادمة وإلى هنا انتهت درس كنا معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم في درس قادم شكرا